نعود إلى ضيفنا في واشنطن سيد مساوي ما الذي يمكن أن نقرأه من الظهور للرئيس اليمني علي عبدالله صالح من التصريح وهذه الرسالة المتحدية للمقاتلة على الأرض السؤال جميل لكن دعيني بأقل من دقيقة إذا كانت المملكة العربية السعودية بتصوري نقرأ الأمور هكذا يهمها جدا أن تستنزف الحوثي والتوزع قواته على كل مكان وبالتالي لا يستطع أن يحسن معركة وهي تملك المال وتملك السلاح وتستطيع أن تدعم مختلف الأطراف لاستنزافه وتشغله عن مهمته الأساسية الدفاع عن البلد كما يقوي على الأقل وهو يتحدث الآن أن هناك هجوم أمريكي أو التحالف أمريكي السعودي طيب يا أخي هناك عدد موجودة نفهم هذا كذا على الأقل الأمر الثاني مسألة علي عبدالله صالح والرسائل اليوم هو لا تنسين أن البارحة في الليل أو فجرا اليوم هذا توقيت لا يختلف عنكم خرج قصف منزله خرج الرجل وتحدث وجه أكثر من رسالة هو يقول إذا كان إذا كنا لم نتحالف مع الحوثي الآن سنتحالف مع من يدافع عن اليمن هذه نقطة النقطة الثانية يدعو الناس إلى حمل السلاح لكنه في الآن ذاته في الآن نفسه يقول حمل السلاح لمواجهة الخلايا في الداخل يعني حتى العلي عبدالله صالح بهذا التصريح يقول أن السلاح يوجه للداخل يخي والله العظيم ألفين كيلو متر مربع هي حدود اليمن مع المملكة العربية والسعودية ماذا لو تحولت هذه إلى كتلة من اللهاب والنار تخيلوا ما هي نفكر حربا على الأقل لكن الظهور بحد ذاته لو سمحت لسيد نساوي وكانه سيد الرئيس السابق علي عبدالله الصالح يطرح نفسه اليوم عندما يقول أنا ممكن أن نتحالف مع كل من يقاتل هذا الاعتداء على البلد يتحدث عن صيغ بعينها مقبلة أن الغارات بطبيعة الحال فشلت وأنه تفضلوا إلى البرب أن الأفق الآن مفتوح ربما لإطار للتحالف لإطار لفتح حوار سياسي وأنه أنا ممكن أن أضمن الجانب الآخر الذي ستحالف معه هل يفهم بهذا الشكل بشكل سريع لو سمحت جميل ربما يفهم هذا جانب من الرسائل التي أراد على صلاح توجيهها لكن في النهاية بعد خراب مالطا السعودية لم تبقى على شيء لا على مطارات ولا على موانئ ولا على صواريخ ولا على دبابات ولا على مقدرات ولا على إمكانات بلد طيب ما هو البديل أن نذهب أيضا باتجاه المعركة الداخلية إلى مال النهاية نستنزف ما تبقى من بنية وهيكل الدولة وننهي النسيجة الاجتماعية ونحطيم وتحطيما نهائيا أم أننا نذهب باتجاه احتواء الداخل كمرحلة أولى احتواء الداخل وليس توجيه السلاح إلى الداخل هناك معركة هناك بوصلة هناك اتجاهات للمعركة لا يجب على أي طرف أن يتجه المعركة في مكان ويذهب استنزاف قدراته في مكان وتدبير النسيجة الاجتماعية في مكان آخر الخطأ استراتيجي يجب أن نقول عنه أنه خطأ استراتيجي والصواب نقول عنه صواب أيضا استراتيجي الأمر الثاني الحوار عندما نريد أن نذهب إلى الحوار نذهب على أي أسس على أي قاعدة نذهب أشكرك جزيلا شكر سيد عباس مساوية دبلوماسية يمني السابق كنت معنا مباشرة من واشنطن اعتذر منك انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة